من خلال الشراء اللي جات لكم طمنا كده الفرقة عاملة ازاي فنية هو كلمستر تكلم عليها عاملة ازاي الجمهور زي مايك عايز يارض فرقة ده نعم طبعا فرقة كويسة جدا جدا يعني فرقة كويسة جدا حماسية جدا هما الفرقة كونغولية بطبعتها احنا لعبنا مازينبي ولعبنا فيتا كلاب يعني الفرقة دي لعبناها هما فرقة شارسة جدا على ملعبها وجمهورها شارس جدا وده اللي اللعيبة بتاعتنا هتقابله وهو ده اللي الراجل بينقله للعيبة وان هما برضو الفرقة دي في ملعبهم بتبقى خطر جدا فعشان كده هما كانوا عايزين يعبوا على ملعبهم في المدينة بتاعتهم لان هما اتغلبوا من الهلال على ملعب في كنشاسة على الملعب بتاع فيتا كلاب في كنشاسة فهم حاولوا ان هما يلعبوا على ملعبهم على اساس يبقى الضغط اكتر لكن هو دوت ان انت لما هيطلع بره ملعبهم ممكن يبقى ضغط جمهوري لكن بصفة عامة هم على ملعبهم بيبقوا يعني الطابع الشرس غالب عليهم اكتر جمهوري زمالك دلوقتي بره وجوه زمالك هيفوز هل ده بيحملكم انتو ضغوطات كتيرة او ضغوطات على اللعيبة والله بس الفريق اللي موجود والكاست الفني الموجود دلوقتي خلاص عود الجماهير ان انت زي مباراة الفتح ان انت على طول بتلعب تحت ضغط بتلعب مباراة كلها بمباراة بطولة سواء دوريا او افريقيا فانت دلوقتي مطالب جمهوري زمالك مستاني منك الكتير وده حقه بعد اللعيبة اللي اشتراها ماجلسة دارة دوت الجهاز الفني اللي موجود كلهم اسماء كبيرة جدا فهو جمهوري زمالك بيأمل ان ان شاء الله ان الزمالك السنة دي يحصد جميع البطولات والحمد لله يعني ما عندناش حاجة تعوقنا ان احنا نبذل اقصى موجود لنا ان احنا نقدر نوفر الحاجة دي لجمهورنا السنة دي ان شاء الله اشتركوا في القناة